بالبداية مبروك عليكم شهر رمضان والأجواء الحلوة وإن شاء الله يارب ينعاد عليكم بالصحة والسعادة وأحسن الأحوال قصة اليوم عن أوحش سفاحين بالعراق أكلوا 99 طفل ومرع جوز بس لا يسكتوا جوعهم حولهم الجفاف والقحط لآكلي لحوم البشر ومجرد عظمة صغيرة كشفت كل جرائمهم فمين هنين عبودوا خجاوة؟ اشتركوا بالقناة حتوا راكوا كومنت للفيديو ويلا نبدأ بقصة اليوم بالقرن العشرين عاشوا العراقيين تحت ظلم قوتين البريطانيين والعثمانيين انتحاربوا على أردن كرمال يستولوا عليها وهالحرب طبعا كانوا ضحية العراقيين فعاشوا أسوأ فترة بحياتهم من قحتوا أسى وحرفيا كانت هاي الفترة من أسوأ الفترات يلي مرت عليهم ولهالسبب صارت القصة يلي خلت أهالي العراق وتحديدا الموصل يخافوا وعقد ما كانت هالقصة بشعة ومؤثرة نحكى عنا بكل الصحف العربية والبريطانية وحتى الأمريكية بسنة 1916 كانت الحرب العالمية الأولى وكانوا العثمانيين داخلين صراع كبير مع البريطانيين على أشياء كتيرة من بين صراعاتهم على العراق وأكيد ما اهتموا فيها كرمال الشعبة أو لحتى يطوروهم لا اهتموا فيها كرمال اقتصادة وموقع أكيد رح تقولوا ليش عم احكي عن هاي التفاصيل بسبب هاي التفاصيل الوضع صار كتير سيء انتشرت المجاعات لأنه كل اعتمادهم على الزراعة يعني بيزرعوا وبياكلوا وبيعيشوا من هالمحصول فبسبب هالحرب قلت الأمطار وهذا الشي تسبب بجفاف وما بقى قدروا يزرعوا اي محصول خلال هالسنة وبلش الأكلي اليوم بعد يوم حتى مخزون المونة يلي كانوا مخبينوا لأمور الطارقة أغلب المونة صادرت من الأهالي بحجة انه هنين بيحتاجوها بالحرب والمونة يلي ما تصادرت الأهالي استهلكوها تماما فبلشوا يتخانقوا ع كسرة الخبز حتى انهم بدلوا تذهبوا المصاري بشوية أمح ما بيكفوهم ليوم واحد مبالغ كبيرة كانوا يتنازلوا عنا كرمال يحصلوا ع شوية أكل وبعد فترة صار موت أكتر من عشرين شخص يوميا أمر طبيعي متخيلين أنه المجاعة ما وقفت عند البشر حتى الحيوانات عاشت مجاعة وكل ما كانت المجاعة عم تشتد كل ما كان الوضع عم يسوق أكتر أهالي الموصل بلشوا ياكلوا القطط والكلاب لحد ما فضيت المدينة من الحيوانات تماما أي الشي يطلع بطريقهم ياكلوا المهم أنهم يسدوا جوعهم ومن هون بلشت قصة عبود وخجاوة عبود وخجاوة زوجين من أهل العراق أعمارهم فوق الخمسين سنة عبود كان يشتغل طباخ بس لما تعرض الموصل لمجاعة كبيرة وقف شغله وكانوا مثلهم مثل كل الأشخاص يلي عم يعيشوا جوع بسبب هالحرب والمجاعات فمن شدة الجوع يلي كان عم يمرأ عليهم خطر ببالهم فكرة أكل لحوم البشر والضحية لقلهم كانت مرة كبيرة بالعمر راحت خجاوة واستدرجتها لبيتها بحجة أنه عند أغراض بالبيت بدأت بيعهم وبعدها خلصوا عليها الطعوة لأجزاء وسلقوها وبلشوا ياكلوا فيها بس الطعمة أبدا ما كانت مقبولة مو طيب نهائيا وكانوا عم ياكلوا غصبين عنهم بسبب الجوع يلي دابحهم ويوما ما ناموا كل الليل استفراغوا وجع معدي وكان يوم كتير سيء عليهم تاني يوم خجاوة قالت العبود أنه هيك ما رح يمشي الحال هالعجايز ما بينفعوا للأكل نهائيا عندي فكرة أحسن من هاي ما رح تتخيلوا الشي اللي رح تقوله ولا حتى طريقة حكية حكيت أنه نحنا جربنا لحم العجايز والأرمشة وأبدا ما كان مقبول فشو رأيك هالمرة نجرب لحم الأطفال خلص يعني منجرب وما رح نخسر أي شي المهم بالنهاية رح ناكل وطبعا عبود وافقة بها القصة ومشي معه وكرمال يجربوا خطتهم راحوا خطفوا ولد صغير خنقوا بعد قطعوا وخجاوة ثرمة لحمه ولما طبخوا عجبتهم طعمة لحم الولاد كتير وصاروا يتلذذوا فيه وبلشوا بيخطف الولاد بمساعدة ابنهم هو المنح بالموضوع أنهن ما بلشوا بابنهم المهم ابنهم بسبب صغر سنه كان يستدرج أغلب الولاد بدون ما يتعبوا حالهم نهائيا فكان يقولوا الولاد خلونا نروح نلعب ببيتنا ومن هالكلام يسحبون على البيت وهون يستلموهن خجاوة وعبود وبعدها يخلصوا عليهم وكانوا يجمعوا العظام بحفرة تحت بيتهم ومع الوقت بلش اللحم يزيد عندهم بشكل كتير كبير عقد ما كانوا يخطفوا الولاد ويقتلوهن وفكروا أنه مو معقول نكب كل هاد اللحم فشو رح نعمل فيه شو بتتوقعوا رح يعملوا حطوا لايك وكومنت للفيديو ويلا لنكمل لما كتير اللحم عندهم فجأة خجاوة من الأفكار والحلول بتحسوها شيطان قالت لعبود ما في حال غير أنه ترجع تفتح المكان يلي كنت تطبخ فيه من قبل متخيل قدير رح نكسب مصاري منه أكل ومنه مصاري وهالعالم ما رح تميز انه هاد لحم بشر فهون عبود عجبتوا الفكرة وفتحوا المطعم مرة تانية وبلشوا يبيعوا لهالعالم من هاللحم متخيلين قدير فيه عالم أكلوا من لحم ولادهم والعالم كانت تجي لعندهم بشكل كتير كبير يعني مجاعة وأسعار رخيصة كان هاد الشي معجزة بالنسبة لإلهم بهذاك الوقت طبعا بس هون عبود وخجاوة ما بقى يقدروا يخطفوا لولاد من نفس الشارع يلي ساكنين فيه كرمار يعني ما حدا يحس عليهم وتنويه بلشوا يخطفوا لولاد من كل مكان وهيك الخوف انتشر بكل مكان وما حدا كان يعرف شو هو السبب وراء اختفاء الولاد بهالشكل المفاجئ أغلب الأهالي صاروا يمنع ولادهم من اطلع برات البيت الشهور عهل حال عالم تخبي ولادها وعالم عادي ولادها عم تطلع والشي المستمر هو إنه عبود وخجاوة لسه عم يخطفوا ولاد وما وقفوا أبدا بس رغم كل الاحتياطات يلي كانوا آخدينا انكشفوا بأهون طريقة وبيوم من الأيام دخل لعندهم شخص للمطعم وطلب وجبة أكل جابولوا إياها ولما كان عم يأكل ولأجل الصدفة لأب الصحن عظمي وأول ما سحبه حس إنه بتشبه جزء من أصابع ولد صغير وما إلى أي شبه لأعظام الحيوانات فهون شك بالموضوع خصوصا إنه بيعرف بقصة خطف الولاد بالموصل ولحد هلأ ما حدا بيعرف من هاي العصابة وشو هو السبب يلي عم يخليهم يخطفوا الولاد فراح فورا وبلغ عنهم ولما دخلوا للمطعم ما كان فيه أي شي غير اللحم يعني ما فيه جثث عم تتقطع ولا أي شي نهائيا بس اعتقلوهم وراحوا للبيت وبالتفتيش لقوا الجثث يلي لسه عم تتقطع والعظام الأديمة وينكشف أمرهم وبعد العد طلع معهم 99 جمجمة لطفل وجمجمة واحدة للعجوز يلي أتلوها ببداية جرائمهم ولما سأل القاضي خجاوة شو السبب يلي خلاكم تتصرفوا هيك وبكل هالوحشية قالت له نحنا كنا عم الموت من الجوع بسبب الحصار يلي صار وما ضل أي شي ما أكلنا حتى الحيوانات أكلناها فقررنا أنه نغير على شي متوفر منه كتير ويلي طلع قدامنا هو لحم البشر وبكل دم بارد قالت له ما بهمنا حتى لو حكمتنا بالإعدام طبعا انحكموا بالإعدام الفوري وأخدوهم لساحة بنص الموصل واجتمعت العالم كلها لتحضر الإعدام وكل الناس كانوا عم يرموهم بالحجار وبالحديد بأي شي طلع قدامهم عبود ما كان حاسس بأي ذرة ندم نهائيا ولك كأنه كان وحش على هيئة إنسان فقبل الإعدام كان عم يسب الناس والمجتمع حتى المحكمة والقاضي وبرر كل وحشيته إنه الحكومة هي سبب المجاعة بالعراق وإنه الناشد وكتير أشخاص لا يساعدوهم وما حدا هتم بأمرهم كل أهالي العراق تعايشوا مع الوضع وما حدا خطر بباله الشي الفضيع يلي هنه نعملوه حتى إنه نذكر في مرة كانت بالإعدام عضت رجل خجاوة اللي نقطع أصبع رجلة كانت عم تعيط وتبكي بشكل هستري فبتطلع خجاوة أكل ثلاثة من ولادة وبعد أعدامهم رجعت الحياة لطبيعتها هلأ في سؤال خطر عبالي ما بعرف إذا رح يخطر عبالكم أو لا إنه بسبب هالمجاعة أكيد صحة هالولاد كانت كتير سيئة فمنين كانوا عم يلاقوا لحم فيهم ناطر أراءكم بالقصة بالكومنتات وما تنسوا تتفعلوا مع الفيديو وتدعموا كتير كرمال نبقى مستمرين اشتركوا في القناة